أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بأن صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين هي أولوية دائمة حيث تحرص مملكة البحرين على تكثيف الجهود من أجل رفض المنظومة الصحية بكافة المقاومات لتقديم خدمات ذات جودة عالية جاء ذلك لدى استقبال سعادتها الأستاذ زكريا إبراهيم الكاظم رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السيكلر وعدد من أعضاء الجمعية حيث نوهت الوزيرة بدور الجمعية كشريك فاعل في دعم جهود تطوير جودة وكفاءة الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي للمرضى وخصوصا مرضى فقر الدم المنجلي السيكلر وأكدت وزيرة الصحة حرص الوزارة على تهمين أفضل سبول الرعاية وأجود الخدمات الصحية والطبية لمرضى السيكلر لافتة إلى أهمية المبادرات والبرامج والمشروعات التي تعمل عليها جمعية البحرين لرعاية مرضى السيكلر لدعم القطاع الطبي وتطويره في مملكة البحرين من جانبه عرب رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السيكلر عن بالغ شكره لسعادة وزيرة الصحة وجميع العملين في الوزارة والمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية على دورهم الداعم والمساند للجمعية شاكرا ومقدرا الجهود المثمرة تجاه الحرص على تعزيز التعاون والتكامل والتنسيق المشترك بين الوزارة وجمعية البحرين لرعاية مرضى السيكلر ترجمة نانسي قنقر